قرار جديد لزعيم كوريا الشمالية يثير مخاوف دولية من الحرب النووية ورئيس كوريا الجنوبية يصفه بالفت الوقاح اختبرت كوريا الشمالية منظومة صواريخ باليستية عابرة للقارات حسب ما أعلنت سيول الجمعة في وقت هددت فيه الولايات المتحدة بعقوبات جديدة رداً على التصعيد الخطير قالت بيونج يانج إن الاختبارين الأخيرين يتعلقان بأجزاء من قمر اصطناعي للاستطلاع لكن الولايات المتحدة وسيول قالتا إنهما لأجزاء من صاروخ عملاق ظهر للمرة الأولى خلال عرض عسكري في 2020 أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بتوسيع منشأة لإطلاق الأقمار الاصطناعية وسط مخاوف من احتمال أن تعزز البلاد اختبار نظام جديد للصواريخ الباليستية العابرة للقارات ووثق وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية كاسي أن إي فإنه خلال تفقد منصة إطلاق الأقمار الاصطناعية سوهاي في شمال البلاد أصدر كم تعليمات بتحديث وتوسيع المنشأة حتى يتسنى إطلاق مختلف الصواريخ لحمل أقمار اصطناعية لأغراض متعددة بما في ذلك قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري في المستقبل وأضافت أنه أصدر أيضا تعليمات بتوسيع منطقة الإطلاق للمنشأة حتى يتسنى إطلاق صواريخ حاملة كبيرة فيما بدأ رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون سوكيول ولايته بتصريحات حادة تجاه نظيره كيم جونج أون واعدا بتلقينه درسا في التهذيب وخلال حملته الانتخابية وصف كيم جونج بأنه فتى وقح ووعد بأنه لدى توليه السلطة سيحرص على أن يتخلى الزعيم الكوري الشمالي عن هذا السلوك ما هي القدرات الجديدة التي طورها نظام كيم جونجون؟ تعرض وكالة الأنباء الفرنسية تكنولوجيا الصواريخ الباليستية بعيدة المدى لدى كوريا الشمالية هو سونج 12 صواريخ باليستية متوسطة المدى يبلغ مداها حوالي 3000 إلى 5500 كيلو متر وهو قادر على ضرب جزيرة غوام والتي تقع في غرب المحيط الهادئ وهي أرض أمريكية تقع في مجموعة جزر ماريانا كانت التجربة الناجحة له في مايو آيار 2017 هو سونج 14 وهو سونج 15 يبلغ مدى الصواريخ الباليستية العابرة للقارات 5500 كيلو متر كحد أدنى وهي مصممة بشكل رئيسي لحمل رؤوس نموية أجرت كوريا الشمالية ثلاث تجارب إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات جميعها كانت في 2017 خلال فترة نار وغضب عندما كان كيم وترامب يتبادلان الإهانات والتهديدات أجرت بيونج يانج أول اختبار على هو سونج 14 في ذلك العام وقالت إنه وصل إلى عروي 2802 كيلو متر وقطع 933 كيلو متر خلال تجربة ناجحة تزامنت تجربة الإطلاق في الرابع من يوليو مع العيد الوطني الأمريكي واعتبرت هدية للأمريكيين الأوغاد وصلت كوريا الشمالية اختباراتها على الصواريخ الباليستية العابرة للقارات مع صاروخ أقوى هو هوسونج 15 قادر على بلوغ البر الأمريكي الرئيسي قالت بيونج يانج إنه خلال تجربة نوفامبر 22 2017 وصل الصاروخ لعلو 4475 كيلو مترا وقطع 950 كيلو متر هوسونج 17 كشف عنه للمرة الأولى محملا على عربة من 22 عجلة خلال عرض عسكري في أكتوبر 21 2020 يطلق المحللون على هوسونج 19 الصاروخ العملاق رغم عدم إجراء أي تجارب إطلاق عليه بعد إلا أن الولايات المتحدة وسيول قالتا إن عمليتي الإطلاق التي قامتا بهما كوريا الشمالية في مطلع 2022 الأولى في فبراير شباط والثانية في الخامس من مارس أذار كانتا تتعلقان بمنظومة صواريخ باليستية جديدة عابرة للقرار ربما لأجزاء من هوسونج 17 وقالت كوريا الشمالية إن التجارب تتعلق بأجزاء من قمر إصطناعي للاستطلاع ويعتقد أن هوسونج 17 قادر على حمل عدة رؤوس حربية ما يجعل من الصعب اعتراضه ويتوقع الخبراء الآن أن تقوم بيونج يانج باختبار هوسونج 17 ربما تحت ستار صاروخ فضائي في الخامس عشر من إبريل نيسان المصادف الذكرى العاشرة بعد المئة لمولد كيم إيلسونج مؤسس كوريا الشمالية لست في مارفل ولا ديزني لترى باتمان أو كابتن أمريكا لا تحتاج سلاحا لتقاتل ولا مركبة للسفر ولا طائرة للتحريق فوق الهدف أبطال خارقون أخطر من القنبلة النووية فمن هم الجنود النوويون؟ في كوريا الشمالية لا يوجد حياة ولكن يوجد رابع أقوى جيش في العالم من حيث عدد التسليح وقوتهم العسكرية قوة بشرية قنبلة موقوتة تمتلك كوريا الشمالية أضخم عدد جنود في العالم يشكل الكوماندوس في كوريا الشمالية من تعداد السكان البالغ 25.5 مليون نسمة تقريبا حيث يبلغ عددهم 200 ألف مقاتل كوريا الشمالية ثكنة عسكرية يعمل زعيم كيم جون جون على تحويل كوريا لثكنة عسكرية لمواجهة أعدائها من الغرب وللانقضاض على شقيقتها الجنوبية في أي وقت يتشكل الكوماندوس في كوريا الشمالية من 25 لواء مدربين للقيام بمهام الهجوم على الخطوط الأمامية لتطويق العدو والهبوط من المظلات والاغتيالات عند الاغتيالات تقف عاجزاً أمام ما يبتكره كم من طرق للموت بلا رحمة ولا شفقة ولا يقتصر عمل الكوماندوس الشماليين على ذلك بل يقومون بشن هجمات انتحارية وإثارة للفوضى في أكتوبر الماضي أثار ظهور جندي من كوريا الشمالية يرتدي زياً أزرقاً ضيقاً للغاية في صورة نشرها الإعلام الرسمي ضجةً على وسائل التواصل الاجتماعي إذ وصفه البعض بالبطل الخارق وكابتن كوريا الشمالية فضلاً عن رجل الصاروخ كان الجندي من بين ثلاثين جندياً وقفوا في صورة جماعية مع زعيم كوريا الشمالية خلال استعراض لمنظومات أسلحة جديدة لست مضطراً أن تذهب إلى شيكاغو لترى حرب عصابات هنا في كوريا الشمالية العصابة الكبرى بزعامة الكيم لديها القدرة على القتال التقليدي المدرب في شوارع كوريا لا تعرف المواطن العادي من الكوماندز المختبئين بين عامة الشعب خاصةً من النساء فهم يصطادون فرائسهم على الملاء ينقل هؤلاء الجنود أسلحة الدمار الشامل فهم يسيرون أسرع من الصوت فلا حاجة للباليستي والدبابات فهناك جنود خارقون فهل هذه القوة قادرة على حماية كوريا من أي اعتداء خارجي؟ فهل تستطيع القوة البشرية النومية في كوريا الشمالية التفوق على سلاح التسليح الغربي؟ ترجمة نانسي قنقر